عندك كواليس جلسة كلر مع الخطيب؟ عندك كواليس دي كانت جلسة عاصفة جدا كابتل الخطيب كان عايز يعرف ايه اسباب اللي خلت النادي الاهلي او مستوى الفريق في النادي الاهلي الفترة اللي فاتت يظهر بالشكل ده لا وجود رضا من الجانب الفني ولا من الجماهير ويمكن شوفنا كمان في المباراة الاخيرة ازاي الجماهير يعني هجمت مارسل كلر وازاي دايقت او ازاي اتكلمت معا الغضب الكبير منها فالجلسة دي نقشو فيها في حاجات كتير ابرزها اللي هو معرفة اسباب تدهور الفريق او سوء النتائج هو كان عايز يعرف ايه الاسباب تاني حاجة نقشو برضو في التدوير الكتير في المباريات هو انت بتدور كتير اوي بين اللعيبة ده كان موجود السنة اللي فاتت بس كانت الدنيا ماشي والاهلي كان بيكسب لما يبقى فيه عدم مكسب او عدم رضا من الجانب الفني لا هو لازم هنا يقف لازم يبقى عندك التشكيل الاساسي وازم يبقى عندك اللعبة اللي انت بتعتمد عليها اوه حاجة كويسة انت بتجازي اللعبة كلها لكن في وقت معين من الموسم مش في كل الموسم ان انت تبدأ البداية دي وخاصة كمان ان الاهلي خسر بطولتين في اول الموسم بطولت السوبر خلينا في الكواليس عايز عرف بيرس تاو وما حدث مع كولر كولر وبرس تاو يعني مؤخرا لعباك مش احسن حاجة مش مش مشده يعني اختلاف حصل ما بينهم وعلى اثره طبعا بيرس تاو استبعد من المبارات سموحة ولكن الراجل اعاده تاني في السفر لتنزانيا ولكن هنا الكابتن الخطيب قال لهم وقال لكابتن خالب بيبو في مشكلة في قط اللبس احنا بندعمكم كابتن الخطيب بيدعم الكابتن خالب بيبو لكن في مشكلة في قط اللبس في لعبة كتير مش مبسوطة واتكلم مع كولر كمان في النقطة دي بالذات بالاخص في نقطة احمد عبدالقادر في لعبة مش مبسوطة في خلافات بينك وبين اللعبة حل الخلافات دي عشان تقدر توصل لأفضل حاجة فنية في الملعب بالاخص اتكلم او خص احمد عبدالقادر احمد عبدالقادر الفترة الاخيرة مش مبسوط احمد عبدالقادر اتكلم انه هو مش يعني لو من الاخر لو كولر مكمل انا هدور على العرض وامشي انا بجيب لك اللي قال احمد عبدالقادر مش هكمل طول ما الراجل ده مكمل او موجود الراجل عايز يحرقني قدام الناس بيشركني في مباراة مقفولة ما بيدينيش فرصتي بالكامل وده اللي اتكلم عليه كابت الخطيب حسن علاقتك بقودة اللبس حسن علاقتك باللعيبة ده اللي كان بيميزك السنة اللي فاتت عشان كده كده كنده بنشوف الاهلي لأ بينزل يفرق كل ماتش تلات اهداف يخلص المباراة بفرق كبير فيه اداء فيه نتيجة وده اللي كنت بقول لحضرتك عليه لما طلعنا قبل كده مع حضرتك قلت لك كولر عنده عروض كولر جايل له عروض الراجل مركز الاهلي مش هيوقف على اي حد الاهلي عمره مواقف على مدرك وعمره مواقف على العيد ده سامي ام صلى وميسك وميسك فترة وميسك فترة وكانت كويسة كانت كويسة لعلى فكرة سامي ام صلى مدارب كويس اه طبعا الله يعني سامي مدارب كويس جدا كنا عايزي نستمر ويقدر يتحمل بس طبعا منش وقت في فترة من الفترات محلة مؤكدة لا موسماني تقريبا كانت سافر فترة هو ميسك حاجة في ناية الدوري طيب طيب كابتن عمارة يعني هل مفيش هارموني ما بين خالد بيبه وما بين كولر الناس محملة خالد بيبه فوق طاقته يعني حسس الموضوع دي شغلة قعدة كبيرة جدا من الجمهية شوف انا بشوف ان هو خالد بيبه شغله المنوط ان هو راجل مدير للكرة حل مدير القرة دي لها مواصفات كتير هو الجزء الفني ملوش دعو بيه بالزبط يعني هو ملوش علاقة بالنتائج فانا معرفش المشكلة اللي بيتكلموا عليها مما بين خالد بيبه وكولر هي ايه انا لغاية الوقت مش فهمها هو خالد بيبه اكيد بيعمل شغله راجل بيحضر القتلات الفرقة لو مسافر اللبس الملاعب السفر تأشيرات كل ما هو إداري خالد بيبه بيعملوا زي ما كان كابتن سيد عبد حفيز بيعملوا بالزبط فبالتالي النهاردة مش عايزين يبقى فيه دايما نغمة ان خالد بيبه فيه مشكلة مع كولر خالد بيبه يعني انا قابلتم يعني قابلتم اه لا يعني بيش شوفه يعني مفيش مشكلة لا لا خالد حبيبك لا بصنا اختلف نتطفق طيب كده حلو كده حوار حلو لا خالد يعني منزعنا منه خلاص هو انا مزع الممهيب لازم مزع مدى الحياة ولا لا طبعا لا طبعا مش عايزين كده بالعجز فهو عشت طبعا عشت عمري ورجل صديق حاجة جميلة وانا صبرت ليه لان هو مظلوم يعني يعني انا انا بشوف ان هو تظلم في الفترة اللي فاتت لان هو دخل في مقارنة مع ساد عب حفيز والمقارنة هتبقى ظلمة يعني السنة دي هو راجل اول سنة هيبقى مدير الكرة فبالتالي النهاردة ادي له الفرصة ان هو اشتغل ادي له فرصة ان هو ياخد الخبرات المنصب ده بيحتم عليه فيها المشكلة الاساسية اللي انا شايفها من وجهة نظري اللي عبد الرحمن اتكلم فيها ان العلاقة بين كولر واللعيبة اصبح فيها شد وجذب وده ما كانش موجود للفترات اللي فاتت جايز كولر مش عايز مدير كرة لا لو مش عايز مدير كرة يقول على طول ان مش عايز مدير كرة بس ده منصب اشوف النادل اهلي مش هيقدر يشيل المنصب ده لأ طبعا طول ما الادارة دي على الاقل اللي موجود رجل رجل يعني مش رجل ده رجل كان كابتن نادي الاهلي ولعيب كورة فبالتالي النهاردة مش هيقدر المنصب ده يبقى مش موجود يعني المنصب ده الكابتن حسن حمدي كان موجود فيه الكابتن خطيب كابتن طريق سليم كابتن علي عبدالصادق كابتن سابط البطر رحمة الله عليه يعني المنصب ده خلاص تدرج وهيفضل موجود إنما العلاقة اللي عبدالرحمن بتكلم عليها دي لازم كلر يراجع نفسه لا واضحة لجميع لازم يعرف حاجة مهمة النادي الأهلي مش هيقف عنده لا لا خلص النادي الأهلي مش هيقف عنده العروض بقى عبدالرحمن بيقول لك عروض أو هاني بيقول لك عروض وكام كابتن أمارة أيام كلر في الأهل معدودة 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 طيب ماشي عم